مع هالصور واللي هي طبعا صور من لبنان ومن جنوب لبنان إلى لقاء حتما يا دير مميس يا بلدة الجنوبية الحدودية الصامدة ابقي بأمان وإيمان ابقي صامدة صمود شجر زيتونك المعمر المبارك سيعود أهلك إلى حضنك فلا تحزني سيعودون هذه عبارات مؤثرة وودع بها الممثل اللبناني والأستاذ الجامعي بلدته الجنوبية دير مميس على أمل اللقاء الحتمي ميشيل معنا مباشرة من بيروت للحديث وللعودة إلى ما يحصل في لبنان وفي جنوب لبنان ميشيل قبل كل شيء طبعا صباح الخير طبعا تضامن كامل معكم دايما كل ما يكون مع نظيف من لبنان نحن نعبر عن تضامننا معه ونحن بصراحة يعني من كل قلوبنا نتمنيه الخير ونتمنيه أن تعودون كلكم إلى ما كنتم فيه وحتى أحسن من اللي كنتم فيه بطبيعة الحال الرسالة هذه رسالة مؤثرة برشا اللي شفناها فيها عنف وين وفيها حب وفيها تأكيد على العودة خاصة وهي حتما إن شاء الله أكيد تحصل ولكن كيف ستكون العودة هذه المرة إلى الجنوب إلى بلدات الجنوب صباح الخير رغم الحرب والنار والموت شكرا على كل المشاعر الطيبة بتأمل هالمرة العودة تكون أخيرة بعد رحلة طويلة من سلسلة من الحروب والاحتلالات اللي ما رأنا فيها بتمنى تكون عودة أخيرة عودة سلام على قاعدة الحق وحفاظ لبنان على كامل حقوقه البحرية الأرضية الجوية وبسط سيادته على كامل أراضي عودة أخيرة بتمنى تكون وعودة سلام عادل طيب ميشيل ما الذي تخشاه ربما من العودة أو في العودة أن لا تراه مجددا مع الأسف نحن لنا قاعدة توصلنا صور كبيرة نشوفه في فيديوهات عديدة عن بلدة الجنوب يعني أنه فهم صورة حينا اللطف تقول كأنه مشهد من فيلم نهاية العالم معناها نظرا إلى أنه الدمار الموجود المباني المهدمة اليوم ما الذي يخشاه ابن الجنوب حينما يعود من جديد إلى بلدته ما بدي بيّم متشائم ولكن هذا أحساس عم نعيشه حاليا نخشى أن لا نعود نخشى أن الأطمع الإسرائيلية الاستطانية الاستعمارية التاريخية لبعدها موجودة نخشى أن نعود وبلدتنا وضيعتنا وضيع الجنوب في ضيع مسحت بالكامل دمرت بالكامل أخشى أن أعود ولا أجد الزيتون لعمره سنين أكتر من عمر دولة إسرائيل الحديثة المركبة بهذه المنطقة أخشى أن أعود ولا أجد مدافن أهلي بيّ وإمّي يعني هذا حاجة بصراحة موجعة ونتفهم بطبيعة الحال مش يعرك ونتفهم أيضا أنه اللي تقول فيه موش مش حاجة معناها أنه أكيد أنه تمر بطريقة عادية لأنه فعليا لكلنا عنها التخوف اليوم نظرا وأنه هالآلة الدمار الإسرائيلية والاحتلال هذا بطبيعة الحال مع كل الجرام اللي يرتكبها باقي ويتمدد صراحة في جرائمه بشكل كبير جدا ويخيفنا بطبيعة الحال نعود قليلا ميشيل لما حصل منذ بداية هذا العدوان على بلدات الجنوب وخاصة وقت اللي يصل إلى وحشية كبيرة في فترته الأخيرة كيف غادرت البلدة وكيف غادر أبناء ديرميماس؟ فعليا أنا مقيم ببيروت خلال الشتاء بتردد بالفرص أنا وعائلتي وبتردد بشكل أساسي بالصيف أهالي بلد بقيوا صمدين على مدى سنة كاملة من العدوان الإسرائيلي ولكن عند توجيه إنذار مباشر وقح من العدو الإسرائيلي بتسمية الضيعة أو البلدة إلى جانب بلدات أخرى اضطروا للنزوح ولكن أنا ما بسميه نزوح بسميه تهجير قصري اضطروا أنه ينزلوا مع عيالهم على بيروت يقدروا يأمنوا حالهم بعيد عن التهديد المباشر ولكن كلنا بتهديد يعني بكل منطقة بلبنان فيه كم عائلة بقيوا بدار مميس رفضين أنه يغادروها ولكن هن تحت الخطر أكيد مندعي لهم أنه يبقوا سالمين مشهد صعب مؤسف أنه فيه عدو عم يعطيك ساعات قليلة لتترك بيتك وتاخد بعض الأشياء والحاجيات الأساسية وما بتعرف إذا رح ترجع طيب أنت عشت قبل الاحتلال الإسرائيلي السابق والحرب اللبنانية وبشاعتها اليوم كيف اختلف الوضع؟ يعني هل فعليا تتغير الهواجس والمخاوف؟ خاصة أنه ربما الإنسان وقت لي ربما وقت لي أنت عشت هذو ما عشتهم كنت أصغر كنت شاب كنت حتى في أيام طفولة اليوم تعيش نفس الأمور بطريقة أخرى وانت اليوم أب وعندك عائلة قدش تتغير الأمور؟ قدش تتغير ربما نظرتك وخوفك من ما يحصل؟ حكمة متتغير بوجود بس كون الشخص عنده أولاد عنده عائلة كأب أنا لما شوف الخوف بعيون ولادي من ما يحصل أسئلتهم ليش في حرب؟ ليش الحرب؟ ليش القتل؟ ليه الدمار اللي عم بيصير؟ تراوما الصدمات نحنا اللي عشناها عشوها أهلنا من الحرب ونحنا عشناها بالحرب والاحتلال أكيد لتغير هلا أنه مش حابب لا أنا ولا أي أبين نشوفها بأولادنا ولا أحبين هالرحلة تستمر ونورتها لأولادنا هالرحلة المعاناة الطويلة بلبنان من الحروب والاحتلال هذا شيء أساسي بيتغير رفض استمرار هالحرب هالعدوان ويعيشوا جيل صغير ما عيش قبل الحرب طيب اليوم هالأيام الصعيبة اللي تعيشوها في لبنان برأيك ما هو المشهد الأقصى بالنسبة لي كنت حكما المشهد الأقصى الأقصى أكيد يعني الدمار اللي عم نشوفه والموت والشهداء والجرحة والتدمير الممنهج ومسح الضيعة بكاملة قاسي جدا ولكن أنا الصورة الأقصى بالنسبة لي اللي هي فكرة التهجير فكرة أنه عائلة تطلع من بيتها تسكر الباب تقفل القفل بالمفتاح وتترك بسيارتها ما بتعرف إذا بترجع أو لا يعني هايدي أقصى صورة ممكن نعيشها في صورة هيك معبرة نزلت على جروب ضيعتنا على الفيسبوك سيارة ماشية ومحملة عليها كل الشنط وشوية غراض على سقفة وكاتبين أنه ولا ممكن نقدر نحمل معنا تاريخنا بسيارة هيدا القاسية في تاريخ موجود في تاريخ متجذر بالأرض وبالبيوت بالتراب بالشجر هيدا ما فيك تاخده معك هيدا الصورة القاسية تهجير الأهالي والمصير المجهول ولكن كلنا أمل أنه بيعودة في الحق وبيعودة في الكل لضيعهم إن شاء الله وهذا اللي نتمنيوه بطبيعة الحال يعني بالفعل المشهد اللي ذكرته هو أكثر مشهد وجعنا منذ منذ بديت على هالحرب معناها تقريبا أكثر من سنة اليوم نشوفه في المشهد هذا في غزة في فلسطين نشوفه فيه في لبنان أنه بصراحة مشهد موجع وموجع جدا صحيح كما ذكرت ميشيل اليوم خليني نحكي عن الأمل اللي يبقى دائما موجود من عند الناس اللي كيفك وليسعوا دائما إلى أن يقدموا هالمساعدة وهالمبادرات اللي تخلينا على الأقل نحسوا بتضامننا ونحسوا أنه نحن مبعضنا على رغم كل شيء نحن مبعضنا ونحن يدي واحدة اليوم المساعدة الميدانية اللي تقوم بها خاصة أنه تحضر لها مبادرة هي مبادرة خاصة بمدارس لمدارس النزوح أحكينا أكثر على هذه المبادرة اللي تقدمها ميشيل نخلينا بالبداية أقول لك أنه التضامن الإنساني المجتمعي اللي عم بيصير هيدا الغنى اللبناني أنه منترفع فهو الاختلافات السياسية والطائفية وهيدا المطلوب ومطلوب هلأ بأكتر وقت ممكن أنه أي محاولة لزرع فتن معينة عم بيجرب العدو الإسرائيلي يبصها داخليا عبر كتير طرق أنه نحن نتصدالها لأنه الوحدة الداخلية هي الأساس وهيدا الصورة اللي فيها أمل لللبنانيين احتضان اللبنانيين من مختلف المناطق والمذاهب والثقافات لبعضهم البعض أنا مواطن قبل ما أكون فنان بحس بهيدا الوجع بجرب قدمة فيه شارك بالعمل الميداني تجاه بلت تجاه النازحين الآخرين وبنطلق من اختصاصي كمان كوني استجامعي ممثل ومسرحي المبادرة اللي رح تنطلق الأسبوع اللي جاي هي بالتعاون مع أحدى الجمعيات الموجودة بلبنان وهو نشاط مسرحي رح يكون موجه لفئة عمرية محددة اللي هي بين الستة عشر والتمنتعش تسات عشر سنة لأنه هيدا الفئة الشبابية غير مستهدفة حاليا عم بيصير نشاطات للأطفال إذا بدك أكتر والنشاط المسرحي رح يكون مساح التعبير لقلهم للتفاعل مع مشاعرهم غضبهم وجعهم ألمهم أحلامهم أمالهم عم نحكي عن فئة بالمرحلة الثانوية أو ببداية الجامعة يعني هالأشخاص هالشبيب هن أشخاص بلشوا يحلموا بمستقبلهم وإشت الحرب وكأنه عم تقضي على هذا المستقبل هيده محاولة على القليلة لنقدر نخلق لهم هالمساحة الأمنة عبر المسرح عبر الدراما للتعبير عن كلها وجسون وخلق الأمل فيهم وخلق البطل اللي ممكن يواجه بالضبط طيب أخر حاجة في دقيقة ميشيل خالين نختم معاك يمكن يكون كليشي السؤال ولكن نحن نعرف أنه هذا يختلف بين شخص وآخر اليوم ماذا غيرت فيك الحرب وماذا علمتك هالحرب اللي تعيشوها اليوم يعني عمنا تاريخ طويل نحن كلبنانيين بس هالفترة تأكدت أكتر أنه العالم تحكمه اللاع عدالي والمنظمات الدولية الأمم المتحدة مجلس الأمن بدون جدوى وهيدا مش عم بقولها عم بقولها بأسة عم بقولها بغضب عم بقولها بحزن بحاجة لإعادة خلق نظام عالمي جديد تحكمه العدالة والحقوق واللي هو مش موجود حاليا الطرف التاني إذا بدك الواجهة التانية ننهي بأمل وبرجاء لللبنانيين أنه الحق ينتصر دائما وهيدا مش كل شيء وهيدا مش غنية نحن أصحاب حق وسننتصر والحق إن شاء الله ينتصر قريبا ونبعد على كل هالمشاهد وهالحزن وهالدمار وهالقسوة وخاصة العجل نحس به شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم الممثل والأستاذ الجيم أي ميشيل حراني نحن شكرا لكم شكرا جزيلا لكل تضامننا مع لبنان ومع غزة ومع ما يحصل شكرا مرة أخرى شكرا جزيلا